عايزة ابدأ معاكم الحيطة انا قلتها دي كلوس كروش بالنسبة لنا كان مفاجأة بيخترح مجاسين انا اعتقد انت كان بالنسبة لك كمان مفاجأة انه عادة المداري منتخب مصر بيختار ومغمض هات مدافعة من الاهلي هات مدافعة من الزمالك هات اتنين من الاهلي هات اتنين من الزمالك وقفل على كده حتى لو انت مكسر الدنيا في اي مكان ايه الحوار اللي كان بينكو ايه قالك ايه كلوس كروش اخترك ليه انت نفسك تقبلت او استقبلت الامن ده ازاي لا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مبسوط ان انما جمعت حضرتك legitimate وان粉حة ان شاء الله حناكوurm كويسة باذن الله لا انا طبعا احنا اشتغلنا مع الفرقة مع انادي البنك الاهلي السنة دي انا ان شاء الله باذن الله نعمل حاجة كويسة ومفنش Screw Loaking examine Cooled Chat والجهاز الفني كله و Lucco Allake Allade والادارة كلهاине ان شاء الله انا نعمل حاجة كويسة باذن الله الثانية دي شوية بدأنا الدوري وخلاص فترة الإعداد عملنا فترة الإعداد كويسة دخلنا على أول ماتشين في الدورة أول ماتش كان عندنا ماتش طالعي الجيش عملنا ماتش كويس الفرة كلها عملنا ماتش كويس وبعد الماتش كابتن كريم تكلم معي تكلم معي قال لي يعني الناس في الجزم المنتخب بتتكلم عليك وعلى كذا لعب تاني في الفرة بشكل كويس شد حيلك وإن شاء الله ممكن تكون موجود مع المنتخب أنا بيني وبالنفسي أنا حلمي طبعا موجود في المنتخب مصر بس يعني شوية بعيد ها أنت قلت يعني ايه مش اللفت نظر يعني ها بيشجعك بهم تلعب كويس عملت ماتش الأهلي تاني ماتش كويس وماتش الإسماعيلي عملته بشكل كويس تاني يوم ماتش الإسماعيلي كان القائم في المنتخب قاعد عادي بتغدى التليفون جاني انت موجود في المنتخب مصر يعني من حق من الإدارة المنتخب إدارة او والقايمة نزل بعدها على طول بنص ساعة محدش تكلم معي خالص طبعا كانت يعني مفاجأة وكانت حاجة يعني لحظك كويس طبعا أنا بتاع التفاصيل قال لك التليفون رقم غريب صح؟ ولكن معك رقم غريب لا لا رقم غريب معرفوش أنا قدري المنتخب بنشوف البازبرات وكده ممكن تكون موجود في القايمة المنتخب اه انت ما قلت له ايه؟ ده طبعا كنت مبسوط جدا قلت له البازبر يبقى عندك ان شاء الله خلال نص ساعة ده حالا هجيبولك حالا دلوقتي طبعا خلال نص ساعة بعدت له البازبر وكده وكل حاجة بقت تمام اه بعدها بنص ساعة كمان القايمة نزل بتاع المنتخب لقيت نفس موجودة الحمد لله موضوع بجد بقى اه طبعا لقيت كابتن عسام الحضر يكلمني في التليفون وشجعني طبعا اتكلم معي بطريق كويسة وشد حيلك وان شاء الله تعمل حاجة كويسة بس هو الحمد لله بقت موجود ومنتخب نادي بتاعك بقى بنك الاهلي كابتن خالد جلال اللاعبين اه اه اتعاملوا مع يعني قالوا لك ايه وقتها لا طبعا الكابتن خالد اه 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 اتكلم معي بطريق كويسة وشد حيلك وزيك زي العيف المنتخب وان شاء الله باذن الله تكسر الدنيا واللعبة كلها بصراحة كلمت معي كويس كابتن عسام صراحة كابتن الفريق اتكلم معي يعني حفزني جامج جدا في التليفون كده قبل ما اروح حد جابلك هدية حد عزمت على عشرة عزمت انت طريقت زي ما تعزم حد على عشرة يعني خبر سعيد معه ده في النهاية منتخب مصد حد لا ايه ده لا انا روحت المعسكر على طول يعني ما لحتش كلم مع حد الفريق طيب روحت المعسكر ده اللقاء بقى الاول مع كالوس كينوش قالك ايه كلم معاك في ايه قالك انا اخترتك ليه اكيد كلا اوجاز الفني بشكل عام ده لا خالص ولا اخترتك ليه ولا ايه كلم من ده خالص خلي بقى لك المدربين الاجانب يعني كويسين في الحتة دي هو انت دخلت المنتخب مصر زي ايه زي ايه لعيف المنتخب اه مش اللو انت اكيدك هتبدأ الاول مر لا لا خالص يعني اول ما دخلت الفندق عادي يعني هتعمل مطشاك كويسة وتمرن كويس وان شاء الله تبقى مجود على طول ولا ايه حاجة خالص كابتن جاء السعيد كابتن محمد شاو يعني كابتن اعصاب ام اتكلم معي اول واحد بعدك كابتن محمد شاو كابتن ضياء عادي برضو اكينك موجود في المنتخب بشد حيلك عادي خالص اللعيبة كلها بتتكلم معك بشكل كويس بيقول لك ايه بقى عادي يعني زي ايه دي ما كون موجود في شر عادي اه يا مش عاصل ما بيحافزكش ما بيقولكش ما تقلقش انت واحد في المنتخب اصد دي لعيبة قديمة طبيعي استقبال اللعبين القدام في المنتخب للاعبين جدد بيبقى استقبال فيه بعض التحفيز طبعا بصلاق اللعيبة كلها بتتكلم معك بشكل كويس عادي حتة دي بتفرق طبعا يعني حتة دي بتفرق اللعبات كبيرة تتكلم معك بشكل كويس خلاص انت دخلت في الفرقة عادي انت بقى كالوس كروش نفسه انت اشتغلت معي واشتغلت معي فترة وما كنتش معي فترة تانية ايه كان ايه حكايته كان هو مدرب كبير ولا مدرب يعني عارف فيه ناس كتيرة مختلفة على كالوس كروش حتى هذه اللحظة فيه ناس تقولك انه كان مدرب كبير مع منتخب مصر فيه ناس تقولك لا مدرب ما وفقش مع منتخب مصر ما نجعش مع منتخب مصر كان اختياره اصلا غلط لمنتخب مصر انت بقى اللي اشتغلت مع كالوس كروش وهو كمان مش موجود دلوقتي تمام انا برضو يعني بالمقاييس برضو انا دلوقتي كمنتخب مصر حضرتك كنت تتركى المنتخب اوصل لنهايك يا أوصفر الكب لا حدك انت تتركى لا انت خرجت في النهائي يعني اخسرت النهائي بضرب majority صح يعني الراجل وينو قالت الواسجJA الراجل وصل resistive للنهايي فيه اصابات كتيرة حصلت صح يعني الراجل نجح لحد دلوقتي مظبوط انت اصفائيك CS recipes adding انت خرجت ضربois جزائي صح يعني نشوف الجزائر مثلا الناس لسه موجودة لحد دلوقتي منتخبات كثير خرجت والجهاز لسه موجود لحد دلوقتي أنا كنت شايفي طبيعي عادي الراجل نجح وكان ماشي بطريقة كويسة وطلع لعيبة جديدة وكان ممكن يطلع لعيبة جديدة تانية وده ما يمنعش انه احنا دلوقتي عندنا مدير فني كبير جدا اسمه الكابتن اهاب جلال طبعا الكابتن اهاب طبعا هنتكلم عنه عشان انت كمان لديك تجربة مع الكابتن اهاب جلال بس هذا خلص كروشي لأوي كان بيتقال انه في التفاصيل بتاعت التدريبات يعني كان اللعيبة اللي كانت هتبدأ الماتش كان بيبقى حافز هيقابل مين وإيه اللي هي يعني هلاقيه في الملعب بالضبط بيبقى معروف هتبدأ يعني لعبك ازاي وهم بيلعبوا ازاي تفاصيل الصغيرة جدا كان بيبقى عند الراجل اللي هو بيحفزك بالحرف بالحرف وتنزل ملعب تلاقي اللي قاله اه طبعا صح كده ولا بيبقى فيه مفاجأة لا 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 طبعا نفس الكثة بالحرف اللي كان بيقول هو اللي بيبقى موجود وقتاك كان بيتقال انه في مشاكل جواه الجهاز الفني والناس دعناها من بعض والكلام ده كله لا خالص الجهاز كله كانوا محترمين جدا ما كانش فيك كلام ده كله ولا اي حاجة الجهاز كله كان على قلب راجل واحد